أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم تقديم اليدين عند السجود على الركبتين وإذا كان تقديم الركبتين صحيح كما معنى حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتين هذا بحث ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وأفاض فيه بيّن أن رواية وليضع يديه قبل ركبتيه أنها رواية مقلوبة والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه بدليل أنه نهى عن التشبه بالبعير والبعير يضع يديه قبل ركبته ونحن نهينا عن التشبه بالبعير هذا خلاصة ما قرره الإمام ابن القيم لكن لو كان الإنسان عاجز مريض ولا كبير سن ويحتاج أنه يضع يديه قبل ركبتيه لليعتمد عليهما أنا بأس بذلك للحاجة نعم ترجمة نانسي قنقر